ينتظر المسلمون في جميع أرجاء العالم في كل عام حلول شهر رمضان المبارك بشغف وشوق وذلك لما فيه من أيام وليال مباركة من المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام في الثاني من شهر أبريل نيسان القادم ويستمر ثلاثين يوما وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى وذلك حسب خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء كما تتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول نفسها وتعد دولة جزر القمر في عدد ساعات الصيام في العالم العربي هي الأقصر في رمضان الفين اثنين وعشرين حيث سيصوم المسلمون فيها نحو ثلاث عشرة ساعة فقط أما دول مغرب العربي والعراق فهي أطول ساعات للصيام وتبلغ نحو خمس عشرة ساعة ونصف الساعة في شهر رمضان لهذا العام